اشتركوا في القناة عودة مجموعة محطة الضخ والتصفية لنبع السن ورشاة الصيانة في الشركة العامة للصرف الصحي تتابع اعمالها ضمن المدينة منافسات المرحلة الثانية من الانبياد العلمي للصغار واليافعين اما التقصف الحرارة ادنى من معدلاتها والاجواء صيفية معتدلة ومن العناوين الى التفاصيل عقدت نقابة مقاولي الانشاءات في سوريا مؤتمرها السنوي العام الثامن والثلاثين في فندق لميرا باللادقية تحت عنوان في ظل قائدنا الفذ يدم بيد نبني سوريا الغد بحضور وزير الأشغال العامة والإسكانة المهندس سهيل عبداللطيف ومحافظة ثقية المهندس عمر اسماعيل هلال وأمين فرع الحزب المهندس حيثم اسماعيل ونقيب المقاولين عبدالرحمن سليمان وناقش المشاركون في المؤتمر تقرير مكتب النقابة والمقترحات التي أقرها المؤتمر السابق وتم تحقيقها ومداخلات الأعضاء في إطار ودع توصيات تسهم في رفع سوية المهنة في جميع اختصاصاتها ولفت الوزير عبداللطيف كلمة له خلال افتتاح المؤتمر إلى أهمية هذه المؤتمرات في تطوير عمل النقابة وتحديثها والسعي للحصول على حقوق ومطالب النقابيين وضرورة هذا التطور لعمل النقابة ضمن الاستعداد للمرحلة القادمة خاصة في مرحلة إعادة البناء والأعمار وأشار الوزير عبداللطيف إلى دور المقاولين ومسؤوليتهم عن جودة وسلامة المشيدات الإنشائية لا سيما بعد كارثة الزلزال والتي جعلت الحكومة تعيد النظر وتدرس كافة الجوانب المتعلقة بهذه الكارثة وأسبابها وأعداد التقارير التي وضعتها اللجان المشكلة من الخبرات الهندسية وإعادة النظر بإجراءة إنشاء المباني واعتماد أن يكون لكل رخصة بناء مقاول يلتزم بأسلوب البناء الدقيق وبالإضبار الفنية الصحيحة من جهته أشار محافظة لذقي المهندس عمر هلال إلى أهمية المؤتمر والنقاشات التي تدور خلاله في تطوير الجوانب المهنة والارتقاء بها بدوره أشار نقب المقاولين عبد الرحمن سليمان إلى دعم وزارة الأشغال العامة والإسكان للقضايا المتعلقة بعمل المقاولين بشكل عام أهمية اعتماد الآلية الجديدة في تنفيذ رخص البناء التي تضمن سلامة البناء أولاً وحقوق المواطن ثانياً ودحقيق العدالة من حيث تكافؤ الفرص بين نقابتين المهندسين والمقاولين تماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها في دول الجوانب مؤتمر المقاولين السنوي الحقيقة سيتم ناقشة فيه أعمال النقابة والتقرير السنوي وطلبات الفروق للعام المصري وأيضاً الخطة الواجب التنفيذة بالعام القادم بما يضمن هو القفاظ على حقوق المقاولين وتطوير مهنة المقاولة وكان نقاش ضمن القاعة فيه بالجلسة الافتتاحية هو بعض النقاط الأساسية للعلاقة بالإجراءات الجديدة للإنشاء والأسلوب الجديد والخطوات التي تم قرارها من الحكومة وأيضاً ضمن التطرق لموضوع فروق الأسعار وغلاء المواد وهو جودة البناء الموجودة بالسوق المحلي بالآلية الجديدة التي رخص البناء تم اعتماد وجود مهندس مقيم في كافة المشاريع وهذا موضوع مهم جداً لأن المقاول قد يأخذ أكثر من مشروع وبالتالي لا بد من وجود مهندس مقيم في كل موقع من المواقع بالإضافة للمهندس المشرف والهدف والغاية الأساسية هو بناء صحيح للحفاظ على أمن وسلامة المواطن بالدرجة الأولى نحن كشركة إنشاءات عامة الشركة العامة المشاريع المائية وباقي الشركات الإنشائية بصفة مقاولة إنشائية تشارك بالمؤتمر المؤتمر يعرض كل التطورات التي تصيب الحال الراهنة من ناحية البناء بالدرجة الأولى ومن بقية نواحي المقاولات الإنشاءات العامة المؤتمر تم فيه نقاش كافة العقبات والطرحات وتم وضع الحلول إلى من قبل السيد الوزير الرائعي المؤتمر وكمقاولين نحن نستفاد منها طبعاً ككل قطاع خاص أو عام من كافة المقترحات أو حل الصعوبات والعقبات الموجودة أو التي طرحت أول شيء شرف كبير لأننا نحن فرع مقاولين إنشاءات باللدية أنه استضفنا المؤتمر العام ومن الشكر سيد الوزير أنه لبى الدعوة وطلعنا بكثير تبصيات ومقررات كثير إيجابية أنهت مديرية التربية في اللادقية الأعمال المتعلقة بتجهيز صالة النافذة الواحدة لخدمة المواطن ضمن مبنى المديرية تمهيداً لافتتاحها في إطار تسهيل الإجراءات وفقاً لتوجيهات الحكومة وخطة وزارة التربية في أتمتة العمل الإداري وتقليل التكاليف وتقديم أفضل الخدمات بأقل جهد وتكليفة وتقدم النافذة التي تضم 25 كوة خدمات مباشرة وغير مباشرة للطلبة والعملين والكوادر العاملة في المجال التربوي والمتعلقة بعمل 11 دائرة تتبع للمديرية وتسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والإسراع في إنجاز معاملاتهم وتقليل الإزدحام وتوفير الوقت والجهد وتشمل الخدمات إصدار قرارات النقل وتأشيرها والإجازات الخاصة بلا أجر والإحالة إلى المعاش، الاستقالة، الإعارة والندب والتفرغ والنقل من وإلى ملاك وزارة التربية الترفيع الاستثنائي، تسوية وضع تصفيط، الحقوق التقاعدية، تنفيذ الأحكام القضائية إجازة خدمة العلم والأحتياط، سلامة الأجر، شهادة الخبرى، العلاوات، كف اليد وإنهاءه السجل العام بحكم المستقيل، التسريح الصحي، المرض المهني، العمل خارج أوقات الدوام الرسمي كما تشمل الخدمات، تأشيرات الخروج، وضع تحت التصرف، ضم الخدمة، بيان الراتب للقرود والكفالات والتعهدات طلبات النقل الداخلي والخارجي، تخفيض نصاب التحول إلى أعمال إدارية مدير مدرسة، معاون مدير، توجيه أمانة سر، أمانة مكتبة، أمانة مخبر، مشرف جاهزية طلبات الترشح لدورة المعلوماتية، وطلبات ترخيص مؤسسة تعليمية خاصة وإضافة إلى ألغاء ترخيص مؤسسة تعليمية خاصة والإيقاف المؤقت وطلبات الوكالة وتدريس ساعات خارج الملاك وتعويض العمل الإداري كما تقدم خدمات تصديق الوثائق والتسلسلات الدراسية، تصديق وثائق التأجيل العسكري للطلاب، تصديق وثيقة قائمة على رأس العمل، تغيير اللغة الثانية للطالب، تغيير الفرع الدراسي للطالب نقل الطلاب من وإلى المدارس الحكومية والخاصة، طلبات نقل الطلاب بين مدارس المتفوقين طلبات دمج الأطفال الضوء الإعاقة في المدارس الدمجة الموافقة على دخول المدارس، طلبات المدارس على اختلافها وخدمات أخرى بمتابعة من الموارد المائية في اللادقية تمت مراقبة عدادات الغزارة وأمبيرات مجموعات الضخ في مجموعة محطة الضخ والتصفية لنبع السن خلال اليومين الفائتين، ولوحظ انخفاض أمبير المجموعة الرابعة على خط الجر الثاني المهندس محمود قدار قال بأن مدة الفك والتركيب سبع ساعات على الأكثر وأنه تم التنسيق مع مدير عام مؤسسة المياه والاتفاق على البدء بأعمال الفك في تمام الساعة العشرة صباحا من يوم أمس على أن يتم الانتهاء حوالي الساعة الخامسة من بعد الظهر وخلال هذه المدة من توقف عمل المدخة سيتم فقدان ألف متر مكعب في الساعة وأكد المهندس محمود قدار بأن المدخة تحتاج صيانة وتبديل براونة عند إنجاز الأعمال المطلوبة وسيتحسن الأداء وتزداد الغزارة بمقدار أربعة آلاف متر مكعب باليوم حول هذا الموضوع سيكون معنا المهندس قيس سليمان وهو رئيس مجموعة الضخ والتصفية لنبع السن أستاذ قيس يسعد أوقاتك يسعد أوقاتك أهلا سهلا أهلا وسهلا فيك أستاذ قيس حضرتك اليوم رئيس مجموعة الضخ والتصفية لنبع السن تماما لو سمحت تعطينا فكرة اليوم كيف اكتشفت فعلا أن هذه المدخة هي بحاجة إلى صيانة وكيف تم متابعة الأمر والتنسيق مع مؤسسة المياه وأي عادتها إلى العمل تفضل طبعا نحن مجموعة الضخ والتصفية لنبع السن سنحصر مهمتنا بضخ المياه من نبع السن إلى خزانات صفحة فرقس من حلال 13 مجموعة ضخ عاملة بالكابل نعم لدى المراقبة اليومية والساعية طبعا من قبل العمال الفنيين تم ملاحظة انخفاض أمبير المضخة الرابعة على خط الجر الثاني إلى مدينة لازلقية نعم لهذا الانخفاض ممكن يكون سببه كهربائي أو ميكانيكي تم استبعاد السبب الكهربائي من خلال الفحص بقي أنه الحل الميكانيكي نعم الفحص الميكانيكي بيتطلب نفك المضخة ونكشف على البرواني نعم تم الاتفاق هذا الشيء بده تنسيق مع عموة 6% نعم تم الاتفاق مع الأستاذ ناجي مدير عموة 6% نفك الساعة 10 الصباح نكشف على البرواني وفي حال انه كان البرواني بده تفديل من بدلة وهذا ممكن يعطيني زيادة بالغزارة بحدود 4000 متر متعاد يوميا ممتاز يعني نحن اليوم بالفترة الماضية اللي عنينا فيها من المياه في مدينة الأذقية كان هذا حل من الحلول أنه فعلا تتصلح فورا تفضل طبعا من خلال رحنا نحن عم نبحث عن أي شيء ممكن نتلافاه مشى ما يصير عمنا انتفاض بالغزارة نعم بلشنا بالفك الساعة 10 الصباح ومثل ما توقعنا البرواني فيها تآكل وفيها ثقوب وتكهف عنا رحنا بروانات جديدة مقدمة بالصليب الأحمر الدولي تبدلنا برواني طبعا هذا العمل بياخد وقت رحنا حطينا لحالنا صراحة سبع ساعات بس بالعمل الميكانيكي ممكن أحيانا يطلع لنا ساعة ساعتين زيادة بالعمل وممكن طبعا احنا خلفنا الساعة ستة ونص كانت المضخة بالتجبيد والحمد لله عبدالغزارة فرق معي بحدود قدرنا تقريبا 4000 متر مكعب باليوم رمان يعني اليوم هذا الكلام جدا جميل كيف تم التنسيق طبعا وهذا العمل كله بجهود الفنيين بالمحطة بدون أيدي خارجين نحن نحكي دائما أنه أي عمل صيانة عم يتم اليوم عم يتم بأيدي محلية تماما رحنا كل صيانتنا بالمحطة كلها من خلال فريق فني مدرب ومجهز قبل منا بكاميون كمان كان عندي فك محركات واصلاح ونقل من محرك الى آخر نحنا اليوم عنا بمضخة السن 13 مضخة أستاذ بايس 13 مضخة عاملة بالكامل تعمل بالكامل ما في أي شيء احتياط ما في عندنا احتياط وهذا نحنا لازم نكون عندنا احتياط ونحن نفروض يكون شغال عشرة من أصل 13 نحنا عم نشغل نضطر نشغل 13 ونجموة طبعا لتغذية الخطوط بالكامل لازمية رحنا منضخ على الخزانات والخزانات التفتري من المؤسسة المياه اللي يتم توزيعها الى مدينة لازمية نحنا منأكد انه هاي دي المضخة هي على المجموعة الرابعة ومصدي على خط الجر الثاني هاي بتعطي الخزان الفين في خزانات 17 فيس نعم تواعاً انتوا دائما تكشفوا بشكل دوري على هاي المضخات استاذ خيس نحن عملنا يومي بدون عطال بدون انه مراقبة مراقبة كل ربع ساعة في عم جولي بكامل المضخات مراقبة على مدارس ثاني طبعا رحنا ما تنقطع لنا الكهرباء نادرة تنقطع لنا الا في حال الاعطال طبعاً كونه المجموعة العمل عاملي بالكامل فشي طبيعي يصير في الثيانات عندنا الثيانات دورية والثيانات جارية ثيانات تنوية بنعملها رحنا وإلا بيكون المعوقات بكثير اكتر اذا ما عملناها الثيانات هذه نحن رح ننوه انه اليوم لا يتم ايقاف هذه المضخة الا بالتنسيق مع مديرية المياه وهي من تحدد الوقت المناسب لايقاف العمل بهذه المضخة تماماً رحنا بتم تنسيق بشكل كامل مع مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصر للصحب اللازفية نعم شكراً كتير لك استاذ قيس مشكور لوقتك معنا وبالتوفيق اكيد للكم بحيدة العمل الموارد المائية في محافظة اللاذقية وحضرتك مسؤول عن مزموعة الدخوة التصفي لنبع السن شكراً لك شكراً شكراً لكم شكراً لبداع بركون تتابع ورشات الصيانة في الشركة العامة للصرف الصحي أعمالها بتسليك عدداً من الخطوط الرئيسية وضخها وشملت مؤخراً أحياء الدعتور سكن الشباب والزراعة والشيخ ظاهر وعدد من القرى بريف المحافظة كما عملت ورشات الشركة على تركيب أغطية ساج وتعويض فواقد فوهات مطرية وأغطية ريجارات من الفولت والساج في مشروع العاشر والسكنتوري والأزهري وشارع الحسيني وطريق الشاطئ ومعالجة واستبدال جزء من الخطوط في نطاق بلدية بكسا حارة زريق وطريق السد وقرى الدرحنة في سلونف اشتركوا في القناة تقدم 134 طالباً من فئة اليافعين للاختبارات بعد خضوعهم لجلسات تدريبية في مركز المتميزين وجلسات أونلاين بإشراف متطوعين من الفريق الوطني والعالمي صلي عم بستعد من أول ما خلصت الاختبار الكتروني وبلشت حضر وحاولت شد حالي وبآخر فترة شدت حالي كتير وحاولت أني كتر معلومات وكمان عملت منيح الكيمياء فيها شعورية صعوبة بس الشخص المحضر منيح ودارس ما رح يشوف فيها هاي الصعوبة كانت الأسئلة سهلة وبتراعي كزا مستوى بتراعي الطالب المتوسط والطالب الزكي هو الهدف من الأولمبياد أنه نعيش التجربة ونعرف المواد على أصولها بعيداً عن المنهاج الدراسي بنفس الوقت وطبعاً نحن لنا تقريب الشهرين أو الشهر عم نتحضر بمركز المتميزين بعد تأهلنا بالمرحلة الأولى عم يدربونا كوتشاد من فريق الأولمبياد العلمي السوري كان الاختبار سهل الكيميا حسيت فيه شوية صعوبة بس الباقي كله كان سهل لازم نحن ندرس كل شيء كان معطى بالجامعة حتى أنه منتابعة لهيئة التميز والإبداع شو بتنشر من ضل أنه معاه على صفحة الفيسبوك كمان أنه الأولمبياد هي شغلة مو أنه من المنهاج هي أنه تعتمد على الاجتهاد الطالب بتعتمد كمان يعني على أنه الأشياء بنسبة 10% من اللي عم تنعطها بالجامعة ضليت عم بتدرس للأولمبياد حوالي من وقت ما كنا بالمدرسة حوالي 5 شهور وشفت الأسئلة وسط الفيزي كانت سهلة بس الكيميا أصعب بشوي كانت أنه الأسئلة ممكن أي طالب متوسط ولا ضعيف ولا ممتاز فيه بحل الأسئلة أنه بتراحي كل الأعمار بتعتمد على التفكير خرش الصندوق بدك بالفيزي تتخيل شوي الوضع لحتى فيك تحل المسألة بدك هيك تفكير بزكاء الاختبار لنا زمان عم نحضر له يعني يعني بتمنى كمان أنه ننجح كانت الأسئلة ما كتير يعني بدك أشغل شوي وإننا زمان عم نتدرب لازم ننتج إن شاء الله كويس الأسئلة طبعا إنه نحنا نهوني هاي التمييز أبداعيني هي الأسئلة المتميزية الحصرة يعني اللي بديت أهل إن شاء الله بدي يكون هو يقدر طبعا تدريب كهوم ممتاز فيزيو كيميا أكيد الواحد بتظل إنه دائماً يدرسوا كزة بس كانت الأسئلة كتير سهلة بصراحة وإنه رعين الفروق الفردية كله أما بالنسبة للحالة الجوية فتوالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل على المناطق الغربية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها أن يكون الجو صيفياً معتدلاً بين الصح والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية محلية من المطر عشوائية المكان والكميات في المنطقة السحلية والشمالية الغربية بينما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والجو سديمي حار نسبياً ترجمة نانسي قنقر هذه كانت نشرتنا المحلية مشاهدين لكم منا كل التحية وألقاكم إن شاء الله في نشرات قادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر